في وقتا يستعد فيه المسيحيون حول العالم للاحتفال بعيد الميلاد تعيش رعية العائلة المقدسة في مدينة غزة هذه الفترة منتظرين الخلاص ولديها ثقة كبيرة بالرب لأنهم مقتنعون تماما أنه سيضع حدا لهذا الصراع المأساوي ففي غزة بدأ زمن المجيء هذا العام وسط دول الفجارات وتطاير شضايا القنابل التي لم تسلم منها باحة الكنيسة وضع مأساوي يعرض حياة المئات من المواطنين المسيحيين للخطر بعد أن فقدوا كل شيء ما عد الرجاء لكنهم على الدوام يجتمعون حول المذبح ليرفعوا الصلاة على نية السلام ولمناسبة عيد الميلاد كتبوا بطاقة معايدة موجهة إلى الطفل يسوع طالبين منه أن يعودوا إلى بيوتهم ويبقى عزاؤهم الوحيد الآن هو تواصل قداسة البابا فرانسيس يوميا للإطمئنان عليهم إذ يعبر عن قربه الدائم منهم وهذا ما يشكل مصدر تجيعا لهم ويجعلهم يشعرون أن الكنيسة لم تتخلى عنهم وهناك أيضا في رعية العائلة المقدسة في غزة طفلة تقول المسيح يقوين كما أن صلاة المسبحة الوردية وتناول القربان المقدس والتواجد في بيت الرب هو السلاح الذي من خلاله نستمد السلام الداخلي فنحن أطفال نتضرع ونصلي ونطلب من الله انتهاء الحرب